السيدة لويزا حنون الآن فطنت الظروف ليس متوفرة لماذا؟ لأنها باختصار بسيط هم من المول فين يجمعونها هم من المول فين يجمعونها القوائم هذوق 25 ألف أو 50 ألف من 25 ولاية هم من المول فين يجمعونها هذ المرة قال لها لا نجمعلكش عندما قالوا لها لا نجمعولكش قالت لك الظروف ليس متوفرة هي دائما كانت ليس متوفرة الظروف سيدة سيدة حنون دائما كانت الظروف مش متوفة وانتي تعرفي هذا جيدا دائما كانت هذه الانتخابات هي شكلية تقدم للخارج تقدم للدول الغربية بللي احنا عندنا انتخابات رانا في جمهورية ماناش في دولة العسكر دائما كانت الواجهة المدنية واجهة دائما كان البرلمان هذا ما يهش ما ينش دائما كان لي في البرلمان وانتي تعرفي هذا شيء جيدا كانوا كثير منهم بيعين لدرو كثير منهم سجنوا بعضهم بعضهم مسجونين لأنهم يجبونهم في الطرافيق في بيع لدروغ في أشياء كثيرة جدا وهي تعرف هذا جيدا لقم الحقيقة هذه المرة قررت العصابة الحاكمة ألا تترك للوزح النون أن تمر قالوا باللي توفيق رأو عنده أكثر من يمثل رأى أكثر من واحد يمثله وممكن يمثله فما نزيدونه الثاني الوزح النون هي أيضا تمثل توفيق وتوثل ديراس خلونا منه خاصة أن هناك خصومة ما بين شنغريحة وتبول اللي رأى متحالفين الآن تحالف مؤقت ها سينفض هذا التحالف ضد ديراس وهما يعرفوا باللي الوزح النون تمثل ديراس خاصة ديراس القديمة تع توفيق فقالوا خلاص توفيق تأثيراته خلاص رأى عنده ورأى نعطي له مناصب كين أشخاص سبعين له فالوزح النون خلاص باش متقلقناش ثم أرادوا أيضا باش يقولوا شوف احنا رأى كين نتبون اللي مثل الافلان والار ان دي والحزيبيات هذي كلها هذا يسموه طيار الوطني بين قوسين وجابوا واحد من جماعة حمص ما يعرفوش الناس حتى اللي كان شوية يعرفوه الناس شوية على كل ما فيه من مساوئ اللي هو مقري ما خلوش يفوت وجابوا واحد آخر قال اسمه بالعالي يقول لك هذا يمثل الإسلاميين وجاي بالأفافاس يمثل العلمانية بين قوسين خلاص لماذا تكسروا لهم رأسهم ربما يزيدوا شخص ربما يزيدوا شخص هنا أو هناك ربما يزيدوا مرأة حتى هذه العسول مش مؤكدة أنهم يزيدوها لأنهم حاسبين على توفيق لكن ربما من أجل الشكل يجيبوا مرأة ممكن لكن مستبعا محتمل قليل يعني فالسيدة الوزاح النون أنا بدون أن أزعم أني أقدم النصائح ونقول لك واش تدير واش ما تديرش بالصح من الأفضل كان من الأفضل من قبل كي ترشحتي للانتخابات هذه كنت عارف حقيقة العصابة وكيرا كما خارجها منها ركي عارف حقيقة العصابة الفرق فقط أنهم هذا المرة قالوا لك اسمع يروح يدبر وحدك لفور ميليان هذوق يعني إذا ما زال لكم شوية ذرة انتع كرامة وانتع إخلاص لهذا الوطن وخروا وقولوا هذا نظام عسكري عنده واجهة مدنية تبقول هو اللي راح راح للعهدة الثانية وكان دائما نظام عسكري أنت كنت تقولي هذا الكلام في التسعينات مش عارف أنا ذاك هل كانوا عاطينك باش تقوليه ولا كانت قناعتك لكن كان عندك مواقف في التسعينات وكنت تقولي بلي نظام عسكري إلى آخره إلى آخره هالنظام الآن أسوأ لأن في التسعينات كان ما زال ما تجذرش في التسعينات كان ما زال ما تعمقش في التسعينات كان ما زال وما جابوش بوتفليقة اللي خرب كل شيء خرب العقول أكثر مما الجنيرالات قتلوا من الأجساد فإذا بقيت لكم ذرة أنتم ومن خلالك أتوجه لكل الحزيبيات اللي في الجزائر اللي مش أحزاب تحدى أن واحد فيهم يجمع مئتين شخص ما فيش حتى لك العصابة هذه تسمح لكم ما تقدرونش تجمعوا مئتين شخص لأن الناس شافتكم على مختلف الفترات والأصعدة أنا أنصح هذه الحزيبيات إذا كانت مازال عندهم شوية ضمير وطني أو من يؤمن منهم بالله مازال عندهم شوية خوف من الله أن يعني الحقيقة إحنا رانا واجهة رانا ناكله في الريع رانا كنا نقضى في سوالحنا وفي سوالحزابنا وأبنائهم وبناتهم اللي يدبر سكنة اللي يدبر أرض اللي يدبر شركة اللي يدبر قطعة قرض من البنك اللي يدبر يرح يبعث واحد يبعثه السافير ولا يخدم السونة تراك ولا ويقولوا خلاص خلاص ما نزلوش نكذبو على الشعب هذين حلو هذه الحزيبيات وناضلو مع الشعب لتحرير الشعب من حكم الطغمة العسكرية وانتو مارك معارفين الحقائق هذا باختصار باش ما نطول